طيب هحكي لك الحدوثة في السريع كده بتوع ايكانوميست وفيتش وموديز وستاندرد امبورز كل ده كلام الاجانب جبت لك كلام مصر لسه الايكانوميست قالت القادي الاصلاحات الهيكلية اللي تم تنفذها مكنت الاقتصاد المصري من تسجيل فوائض اولية فوائض اولية الى جانب جذب ثقة المستثمرين وخفض تكلفة الاقتراض وبتأكد الايكانوميست ان مصر لم تعاني من انكماش اقتصادي طيلة جائحة كورونا نتيجة الاصلاحات الاقتصادية المنفذة يعني عمليا من يصيغ الاصلاح الاقتصادي المصري بدلا من ان يذهب لانكماش والانكماش يساوي تقليص فرص العمل والانكماش يساوي زيادة في معدلات البطالة كورونا بقى ما العالم كله حصله كده انت لأ انت ماخدتش اي اساس كما شاية بل بالعكس وسعت اقتصادك اكتر فحققت اعلى معدل نمو في الشرق الاوسط بالكامل ده ايه الحلوة دي طيب فتش بتقول الاصلاحات الهيكلية من شأنها اطلاق العنان لامكانات اقتصادية هائلة وغيري مستغلة هنا بقى حط ما بينقصين كده فاكرين طبعا الرملة السودة صح؟ تسعين سنة في البطاطا بتاخدها بتصدرها بالطن زي ما هي ادى حاكك اكتر؟ ادى حاكك يارتك كنت بتصدرها بالطن زي ما هي لا انت كنت بتصدرها لدول تاخدها تغربل وتنظف وتفلتر وتنقي وتعيد لك التصدير تاني فانت مثلا تصدر بجنيه وتستورد بعشرة رملتك هي هي بس هو غسلها مثلا راح اتخذيته الجنالة وخبط الماء طيب امكانات اقتصادية غير مستغلة طيب موديس بيقوله ايه؟ بيقوله انه التنفيذ الفعال اصلاحات بيئة الاعمال هيدعم من امكانات نمو الاقتصاد المصري وتحسين قدرته التنافسية مش خلق قدرة تنافسية تحسين القدرة يعني انت عندك قدرات تنافسية طيب الاصلاح اللي هيكلة اللي بيحصل ده هيعمل ايه؟ هيحسن من معدل قدرتك التنافسية اكتر ستاندد امبورز بيقوله مصر تشهد معدلات نمو قوية على المدى المتوسط ومدعومة بالتنفيذ المستمر للاصلاحات المالية والاقتصادية قولي نفسك في ايه من اسئلة وانا اردلك عليه حالا بالا نفسك في ايه؟ طيب اشتركوا في القناة